اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وراح اقرأ من الاية التانية وكان كلام الرب له قائلا لمين لا الي انطلق من هنا واتجهنا نحو المشرق واختبئ عند نهر كريت الذي هو مقابل الاردن فتشرب من النهر وقد امرت الغربان ان تعولك هناك فانطلق وعمل حسب كلام الرب وذهب فاقام عند نهر كريت الذي هو مقابل الاردن وكانت الغربان تأتي اليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء وكان يشرب من النهر وكان بعد مدة من الزمان ان النهر يبس لانه لم يكن مطر في الارض امين زي ما لحظنا انه الله يكلم عبده ان يذهب الى مكان والرب اللي روح عند النهر عشان تشرب هناك وانا رح امر الغربان ان تطعمك انا رح امر الغربان ان تطعمك وفعلا كان صباحا ومساء الغربان اللي ما بيطلع مننا اشي بتجيب له اكل والكلام كمان كان كلام مين كلام الرب مش الرب قال له روح قال له روح فيه نهر فجأة النهر جف كيف بعمل كيف يصلح انه الله يأمرك ان تذهب الى مكان ويعطيك وعد ان تشرب من هذا النهر وفجأة النهر اللي وعدك فيه الرب النهر يا جف ما هو الله اللي قال لك ما هو الله اللي قال لك روح ما هو الله اللي قال لك ساوي واليوم بدي اركز على بعض الامور حتى نفهم يا اخوتي وخياتي انه نحن حياتنا هي مبنية على دقائق ساعات ايام شهور مواسم فصول مزبوط ما فيه اشي من ضل نعمل كل عمرنا اصلاً نحن ايش منحب ايش منحب ايش بتغير مين بتذكر انا بتذكر انا شاب صغير كنت احب التفاح شو انا احب التفاح كل يوم اتنين كيلو تفاح اليوم يمكن بالسينة بكلش حبتين طعمتنا بتتغير ايش منحب بتتغير ايش منلبس بتغير ايش منفكر بتغير كل شي كلنا نعمله بتغير لانه حياة الانسان هي مواسم فصول سكرنا فصل ندخل فصل جديد الله كلم الي ان يذهب الى النهر ويلي اطاع وفعلا ايش كلموا الرب صار بس هذا ما كانش الى الابد بديك تفهم انه الله امرات بدي يفوتك ويفوتك يا اختي في فصول بحياتك ما بينفع طلب نفس الشي نفس الشي نفس الشي من اول ما خلقت لا اخر ما تموت ما بيصبح ما تقوليش ليه جف في النهر بلقول اوكي يا رب معي امين بس خلي انا بدي انا احش اربع سنين اصلي بعدين شاركت مع بعض الاخوي فيش اخ قال لي لا قال لي عمل عظيم خسارة انك ما عملت ده من زمان نشكر رب عن المبنى وانشاء الله انا بفكر خلال اسبوعين زمان رح نكون بالمبنى الجديد يمكن قبل رح نخبركم بس في واحد بقول لي طب مش الرب اعطاكم هذا المبنى قلت له اه مش الرب كلمكم انه يبارككم بعد المبنى قلت له اه قال لي طب كيف بعتوه قلت له الرب اعطانا اياتو لموسم الرب اعطانا اياتو لا فصل اليوم نخنا عم ندخل فصل جديد فهمين شو عم بحكيكم فهمي علش عم بحكيكي فصل من حياتنا طيب شو معنا تعو نتوقع من الرب شو الفصل الجديد شو المرحلة الجديدة مش بس في اشياء بتحدث بحياتنا هي عبارة عن مواسم وفصول يعني مثلا اول ما يخلص الولد اول الولد بيخلق من فصل من فوت ويتعلم ويتصف البستان بعدين بروح على خلص مدرس بروح الجامعة بعدين بخل الجامعة بروح يشتغل بعدين بروح يشتغل من جوز بعدين بنجوز وبعدين بخلف وبعدين يخلف وبكبر هالولاد وبعدين بروح بعلم وهي فصول مش بس فصول تتغير بحياتنا انما في ناس بتتغير بحياتنا كمان سمعين شو عم بحكيكم في ناس تتغير بحياتنا في ناس دور جيكم كيف الكلام اللي أنا عم بحكيكم يا مكتوب شوفوا الاية تماني احنا بأي سبعة شوفنا ان النهر يبس الغربان بطلت تيجي ما فيش حاجة لانا فيش ايش يشرب اي تماني كان له كلام الرب قم اذهب الى الصرفة التي لسيدون واكم هناك هو اذا قد امرت هناك ارمل ان تعولك فقام وذهب الى الصرفة وجاء الى باب المدينة واذا بامرأ ارمل هناك تقش عيدانا فناداها وقال هاتلي قليل ماء في انا فاشرب وفيما هي ذاهب لتأتي به ناداها وقال هاتلي كسرة خبز في يدك فقالت حي هو الرب الهك انه ليست عندي كعكي ولا ملء كف من الدقيق في الكوار حتى امح ما عندي يعني عندي شوية ملء كف يعني حفني من الدقيق وقليل من الزيت في الكوز وهنذا اقش عودين لآتي واعمل لي ولابني لنأكل ثم ما نموت ليه في فقر ليه في مجاعة لانه لي صلى ان لا تمتر ثلاثة سنين ونص ما في مطر في هذا الوضع دول السدين ما عندي غير قدي الكف من الطحين شوية زيت بدي اخبز انا وابني من كل راح نموت لانه خلاص ما عاد في شيء اسمع الرب شو قال لا لا تخافي ادخلي وعملي قولك ولكن اعملي لي منها كعكة صغيرة اولا وخرج بها ثم اعملي لك ولابنك يا رب شو هالتج بي يعني يعني عم بتقوله انه بعد انا حفن صغيري وزيت بدي اعمل لابني وابني ونموت رجل الله بقول لا اسمعي اعملي لي اولا انا باكل بعد ين تروح مش تعملي مع بعض جيبي عنو اكل مع بعض لا انا بدي اكل اولا عاد فكر فال ارمالي هاي شو قالت براسة كيف فكرت قالت لو احنا بدنا نموت اللجبي الى اول تعرفش الرائع فيها الانساني هيك عملت تعرفوا ليه لانه الرب نبه روحه الرب نبه روحه الآية 14 لانه هكذا قال الرب الى اسرائيل ان كوار الدقيق لا يفر وكوز الزيت لا ينقص الى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الارض فذهبت وفعلت حسب قول اليا واكلت هي وهو وبيتها اياما كوار دقيق لم يفر وكوز الزيت لم ينقص حسب قول الرب الذي تكلم به على يد مين على يد الي لاحظوا ان الغربان راحت بطلت تعولوا بس ما وقف الامر هون الكتاب بقول انه الله امر ارملي فقير جدا جدا على واشك الموت ان تعولوا كيف هذا بنفع هذا هو عامل الرب بس لاحظوا انه لولا هال ارملي هاي اليا مات ولولا اليا الارملي مات فالله ربط بين شخصين الله رتب الارملي حتى تعول اليا ولكن بنفس الوقت رتب اليا حتى يعتني في الارملي تعرفوا شو صار الارملي هاي ابن مرد ابن مرد ومات لم تبقى في ناس ما بقول الكتاب شوفوا الكتاب يعلمنا في الآية 19 إلي قال أعطيني ابنك وأخذ من حدنة وصعد به إلى العلية التي كان مقيما به وأتجع على سرير وصرخ إلى الرب شوفوا الآية 21 تمدد على الولد ثلاث مرات وصرخ إلى الرب وقال يا رب إلهي لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه شوفوا الآية 23 فأخذ إلي الولد ونزل به من العلية إلى البيت ودفعوا لأمه وقال ألي انظري ابنك حي شوفين شو عم بيسير الله يضع أناس في حياتك لأجل أهداف الله يضع ظروف في حياتك لأجل أهداف الظروف تتغير الناس تتغير ولكن الأهداف تبقى غربان انتهت وظيفتها ما انتهت حياة إلي إنما دخل إلى مرحلة جديدة الله رتب الأرملة مش بس عشان إلي إنما عشان الأرملة نفسها تعرفوا البرهان ليه تعالوا ورجيكم العهد الجديد شو بقول عن هاي الأرملة في إنجيل لوقة أربعة خمسة وعشرين وبالحق هذا يسوع بقول وبالحق أقول لكم لوقة أربعة خمسة وعشرين إن أرامل كثيرة كنا في إسرائيل مليان أرامل مش وحد أرامل في أيام إلي حين أغلقت السماء مدت ثلاث سنين وستة أشهر مليان أرامل لما كان جو عظيم في الأرض كلها الآية ستة وعشرين بقول ولم يرسل إلي إلى واحدة منها من كل أرامل إسرائيل لم يرسل إلي إلى واحدة منها إلا إلى إمرأة أرملة إلى صرفة صيداء ربه كان مليان أرامل بس الله لم يرسل إلي ولا لأرملة غير لوحد هي هاي الأرملة ترشي يصنب بقول أنه الله بعت إلي عشانها لما قرأنا فهمنا أنه الله قال أنه هاي الأرملة راح تعيلك يعني هي عشانه وهاي العلاقة السليمي الله بيضع ناس أنت تبرك هم وهم ببركوك أنت بتخدم هم وهم بيخدموك أنت بتحبهم وهن بيحبوك ما بينفع يكون فيه علاقة مبنية على طرف واحد إذا العلاقة بتكون مبنية على طرف واحد يعني أنت طعت أنت بتموت هاي العلاقة المناسب الناس اللي بيجوا ببنوا علاقة مع معك عشان بد 꿈 يوخدو يأخذوا 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 باللحظة البطل تقدر تعطيهم رح يتركوك ليه؟ لأنه هذه العلاقة مبنية على طرف واحد بينما شفنا هون علاقة مبنية على خطة إلهية اللي يرسل إلى أرملة حتى يصنع العجيب باسم الرب أن لا ينقطع كوار الدقيق وكوز الزيت حتى يأتي مطر وبنفس الوقت يصنع معجزة إقامة ابنه من الموت ولكن بالمقابل هذه المرأة كل يوم أول شيء قدمت كل ما عنده تاني شيء كل يوم كانت في الصبح تلاقي الكوار ملانة تحين يخلص التحين تاني يوم الصبح فيه تحين يخلص الزيت تاني يوم الصبح فيه يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم معجزة تحدث ليه؟ عشان توكل هي والطعم إلي أمراض بيتقول لي يأسيس فيه ناس دخلوا حياتي وراحوا فيه ناس مرة كانوا عامليني أنا سوبرستار اليوم بالقوة بتطلع علي فيه مرة ناس كانوا يتمنى يقعدوا معي يقول علي أنا أحسن شخص وشوه كل يوم صحرة وكل يوم قاعدة وكل يوم مشاوي وكل يوم يوم حتى بيرفعوا ليش تليفون ما تهتم الحياة هي فيه ناس الله وضعوا بحياتي بركوني فيه ناس رفعوني فيه ناس ألموني فيه ناس تعبوني بس كل يوم كان لهم هدف وجودهم في حياتي وهذا الإشي كتابي تعور جيكم كمان شيء من كلمة الله مش بس إلي الله خلاي يتقابل معي الأرمن اللي أجي الهدف شو كان الهدف أن تعولوا وهو يعولها تلميزه لإلي ونافس الشي صار معاه مع المرأة الشونامية شوفوا ملوك الثاني أربعة ثماني في ذات يوم عبر أليشة هذا التلميذ إلي إلى شونام كانت هناك امرأة عظيمة مش أرمالة امرأة عظيمة أمسكتوا ليأكل خبزا وكان كلما عبر يميل إلى هناك ليأكل خبزا مشي شدت فيه شافته هل شو رأيك تفضل عنه تفضل يعني أنت بتفكر أن هذا صدفي لا هاي مقابلات هاي مقابلات وترتيبات سماوية صدقوني أنت مش صدفي اتقابلت مع فلان مش صدفي اتقابلت مع الأخي براهيم مش صدفي اتقابلت مع فلاني في ترتيبات سماوية هاي كان معابر هاي المرأة العظيمة شافته قالتوا تفضل عنه تفضل عنه ها أمسكتوا ليأكل خبزا تعكل ليش بسيط بس هاي الخبز اللي أدمته لرجل الله غيرت حياته وغيرت حياة رجل الله كمان تعور جيكم قالت لي رجلها قد علمتوا أن رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما ليه كل وقت ما يمره فوت يوكل عندنا أول مرة عزمته واجروا أخذت لا يا عشا فلنعمل علية على الحائط صغيرة وندع له هناك سريرا وخوانا وكرسيا ومنارة حتى إذا جاء يميل إليها وفي ذات يوم جاء لهناك ومال إلى العلية واتجعة فيها طيب شو اللي صار نفس الشي ابنه مرض وابنه مات وقليش عما كانش عندهم فركبت على الحمار وراحت لأنه وصلت لك عند قليش ع عشان أختصر لك القصة قليش عايش عنده على البيت نفس الشي زي ما عامل معلمه أخذ الولد على العلية حط وجه على وجه إيده على إيديه وحضنه ونفخ فيه أعطاه من روحه أعطاه وصلى للرب قال له رجع له الحياة أقول الكتاب شوفوا الآية هاي الآية 35 عاد وتمشى في البيت طار إلى هنا وطار إلى هناك وصعد وتمدد عليه فعطس الصبي سبع مرات ثم فتح عينيه ودع جيحسي وقال ادعو هذه الشنامية فدعا ولما دخل إلى ألا أحملي ابني كمان مرة أنتوا متخيلين إنسان ابنة يموت تشوف قدام عينيها ابنة يرجع للحياة صدفة لا شو اللي صار بسبب لقاء الله وضع إنسان بحياته كل العملته قلت لطاعة كل خبزي شفت الخبز الصغيري عشانك يسوع بقول من سق أحد هؤلاء التلاميذ كأس ماء بارد لا يضيع أجره شوفوا أجره حدا كانت تتفكر أصلا بسبب شافة الخبز اللي أعطته إياته كان يمكن الأيام هذا الإنسان يكون سبب حياله ابنه نزل مع أبوه ضربة الشمس صار يقول راسي 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 آخر نهار مات فاهمين شو عم يصيرون هاي كمان مقابل يا ده كمان إنسان الله وضعه في حياتها لاي الإنسان ما تزعلش على ناس تلعوا من حياتك لأنه يمكن كانوا بحياتك فصل معين مرحلة معينة تزعلش على دول الناس اللي صار يحكوا عليك تزعلش على دول الناس اللي أنت أعطيتهم وتعبت معهم وسعدتهم وركضت وفجأة دول كان يقولوا لك أخوي وصديقي فجأة اليوم أنت عدو ما تزعلش تعرف ليه لأنه برضو بكل اللي صار هدول كان الانهدف وكان الهنفصل وكان الهم موسم في حياتك لاجل شيء سماوي شوف 0161 بولوس بقول أوسي إليكم بأختنا فيبي التي خادمة الكنيسة في كنخرية كي تقبلوها في الرب كما يحق للقدسين وتقوموا لها في أي شيء احتاجتوا منكم ليه؟ لأنها صارت مساعدي لكثيرين ولي أنا أيضا بولوس خادمة للكنيسة بس كانت مساعدة لبولوس وعشان ساعدت بولوس بولوس قدر يخدم لو الله ما رتب وحدة زي فيبي ما كانش بقدر يخدم أو كان ممكن يتعب مش بس فيبي ونشوف كمان في شخص زي تيمتاوس شوفوا فيليبي فيليبي 219 بول عن تيمتاوس على أن أرجو في الرب يسوع أن أرسل إليكم سريعا أنت متاوس ليه؟ بول لأنه في الآية 20 لأنه ليس أحد آخر نظير نفسي يهتم بأحوالكم شوفوا الآية 22 أما اختباره فأنتم تعرفون أنه كولد مع أب خدم معي لأجل الإنجيل خدم معي ساعدني زي أنا الأب هو الإبن هو مش ابنه بالجسد بس الله وضع تمتاوس في حياة بولوس لكي يخدم معه ويساعده بنفس الوقت الله وضع بولوس في حيات تمتاوس حتى يتلمده حتى يدربه حتى يعلمه ويشوف الرسائل كله تمتاوس يقول له اعمل هيك وما تعمل شيك وارسم ناس وما ترسم شيك ولازم الأسكف يكون هيك ولازم تعمل هيك وجاهد الجاهد وكل الكلمات لمين من بولوس شو جابك يا بولوس الرب عين بولوس لمرحلة في حيات متاوس بنفس الوقت الله وضع متاوس لمرحلة في حياة بولوس الله يرتب لنا أنا وكريستين الله وضع بحياتنا كتير ناس كتير ناس ناس رفعونا ناس سعدونا وناس هدفونا وناس دمرونا بس كل ياتهم كانوا للخير تعرفوا ليه لأن الله دائما يهتم أن يخرج من الجاف حلاوة ومن الآكل أكلا طيب أنا أنا بعرف ناس الله وضعني بحياتهم وتركوني كتير ناس من الشكل قلبي بحزن بس بنفس الوقت بقول أشكرك يا رب تعرفوا ليه لأنه الله استخدمني أوصلهم من هاي النقطة لهاي النقطة وبس بطل تقدر أوصلهم لأبعد منك خلص راح إذا أمنا مع الرب الله راح يرتب لأنسان تاني يخذه من هون لهون وإذا استمروا الله راح يرتب كمان إنسان يخذه من تاني يصيروا مشابهين صورة ابنه الله يريدك أن تفهم إنه إذا خرجوا ناس من حياتك لا تحزن لا تتدمر لا تلوم لأنه هذا لخيرك ويك أصلا عملوا بيسوع بس تذكر أنت كنت لأجل هدف في مرحلي معين في حياتهم وهم كانوا لأجل هدف ومرحلي في حياتك مثلا شوفوا موسى موسى رجل الله العظيم اللي بقول عنه الكتاب لم يكن رجل في كل الأرض مثله الله اختار موسى اللي ظهر له بالعليقة اللي استخدم البحر الأحمر اللي عمل معجزات اللي عشر ضربات بفرعون شو بدك بموسى كان الهدف يوصل شعب إسرائيل لأوين لأرض كنعان موسى استطاع يدخل شعب إسرائيل لأرض كنعان لا بس وصلهم للحدود قالوا الرب خلص خدتهم من مصر أربعين سنة في البرية لا لحدود مع الأردن قالوا أنت ما بتفوت أنت بتبقى على الجبل وبتموت هون وهذا اللي صار تخيرين أنتو الشخص ميشي مع جماعة أربعين سنة مش بس ميش مع جماعة هذا كان الأسيس تبعهم يوعظ لهم هذا المنقذ تبعهم هذا الحرر من العبودية هذا الورجهم يا الله فجأة الله قال له بتكملش تخيلوا البكاء تخيلوا الألم تخيلوا الوجع اللي صار بقلوب هذا الشعب لما عرفوا أنه قائدهم مش رح يكمل الطريق معهم شوفوا سفر تثني أربعة وثلاثين آية رائعة جدا تثني أربعة وثلاثين والآية سبعة كان موسى ابن مئة وعشرين سنة حينه مات مات على جبل نبو بالأردن شاف الأرض قال له الرب تبقى هون ولم تكل عينيه ولا ذهبت نظارته يعني ضلوا حتى منظروا حلو مئة وعشرين سنين شوفوا الآية ثمانية فبكى فبكى بني إسرائيل موسى في عربات مؤاب تلاتين يوما تلاتين يوما بكا 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 الناس متذكر الأحداث الناس متذكر كيف وضع حاله الناس متذكر كيف أنقذ أخول عبراني الناس متذكر كيف خاطر بحياته مع فرعون وطرك القصر وراح صار عبد وراح يرعى معزة خسر كل أمجد مصر لآجل شعبر الناس متذكر الإحسان والمنيح اللي عملوه بس ما بقدر يضلون يبكوا عليه إلى الأبد لأنه فترته خلصت ثلاثين يوم وكملت أيام أيام بكاء مناحة موسى كملت شوفوا الآيل بعد ويشوع بن نون كان قد امتلأ روح حكم إذ وضع موسى عليه يديه فسمع له بني إسرائيل وعمل كما أوصل رب موسى انطوى صفحة موسى وانفتحت صفحة جديدة لشخص اسمه مين يشوع واللي صار انه موسى وضع ايديه على يشوع وعينوا يكمل معهم الطريق وكانه موسى بقول أنا درت أوصلكم لهذا الخط خلصت مهمتي في شخص جديد رح يكمل معكم المهم رغم في عواطف رغم في مشاعر رغم في حب ايش بدك بس في خطة الهية المهم انه يفوتوا للأرض مش مهم مين يفوتهم بدك تصلي عنا عشان نساعدك توصل للحياة الأبدي بعينينا بنحط عك بدك تصلي عند إنسان تاني بقنيس تاني بمحل تاني المهم توصل للحياة الأبدي مزبوط ولا لا مش مهم عمين إذا بتقعد عنه هون رح ندير بالن عليك للأبد عناي رح نعطي بس إذا الرب قال خلص لحديت هون ما بقدر لما لما انت بتصير تشعر اني انا مش قادر افيدك ولا انت قادر تفيدني هنجد لإلك حدا يفيدك لانك رح تضلك محلك لانه تذكر العطاء من طرف واحد هذا عطاء مشلول ما بينفع إذا انت قعد بكنيسة ما بتعطي بس بدك تاخد 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 رح يجي الوقت قول باي باي لانك رح تموت الكنيسة فيها أخذ وفيها عطاء بتعطي من قلبك والكنيسة تعطيك من قلبك تعطي من حياتك والكنيسة تعطيك من حياتك هذا بينك وبين اخوتك كل ناك المشتغل بس بس هات هات بعد فترة خلص لأن الناس رح تشعر انك انت بس بتأخذ أو انت بس بتعطي نفس الشي ما بينفع لازم أخذ وعطع فموسى وصل الشعب لها المرحلة انتهت خلصنا اللي بعده مين اجا يشوع ها يشوع شوفوا يشوع واحد واحد كان بعد موت موسى عبد الرب ان الرب كلما يشوع بنون خادم موسى قال موسى عبدي قد مات موسى عبدي قد مات فالان قم اعبر هذا الاردن انت وكل الشعب للارض التي انا معطيها لبني اسرائيل كل موضع تدوسوا بطون اقدامكم لك اعطي شفتوا في مرحلة جديدة بحياة مين بحياة الشعب فامرات منقول يا رب ليه ليه تركونا هذون الناس ليه هذا الانسان اللي كنت احبه كنت اعطيه كنت اصر عليه ياما 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 فاختفى من حياتي تعرف تطلعش عليك قول اشكرك يا رب لانك استخدمت يكون في فترة بحياتي واستخدمتني انا اكون فترة بحياتي ومش مهم بس اسيس طلع يحكي علي طلع 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 بهدلني طلع شرشحني طلع معلاش بس الرب استخدمك فترة بحياته طب وانا شو انتفعت الرب خليك حتى من ادول الناس اللي بحكوا عليك وبيئزوك وبيدمروك برضو انت تنتفع او استدورجيك من كلمة الرب وما بدأ طول عليكم واذا قلنا الله يضع ناس في حياتك حتى تأخذهم الى بعد جديد زي موسى ويشوى اخذهم موسى لهون يشوى اخذهم لهون واي كان استمرت في ناس الله يضعهم بحياتك حتى يعلموك الايمان والاتكال على الرب هذول الصعبين ليش حلوين كتير اللي بيجرحو اللي كل الوقت غضبانين عليك ان شاء الله بتقدم لهم عينيك على طبق من الماز برضو رح يحكوا عليك ما اقولي اخي يوسف هذول الرب يستخدمون بحياتي بسمه تي متاوس التاني صح الرابع والآية 14 تي متاوس التاني صح الرابع والآية 14 اسكندر النحاس اظهر عليه شرورا كثيرة مينو عم بحكي بولوس بولوس عم بحكي مش عن واحد غريب عم بحكي على أخ أخ أظهر لي شرورا كثيرة ليجازي الرب حسب أعماله لدرجة بولوس كان مداي انه كتب كتب 2000 سنة بقالنا من ارى اللي كتبوا عن هذا الشخص اللي اسأل اله أظهر لي شرورا مش مرة واحد كل الوقت كثيرة شوفوا الآي 16 في احتجاجي الأول لم يحضر معي أحد كان لو أقف بالمحكمة قريتلكوا آيات أنا أقبل بمرة بس كان عنده محكمة بيحتاج يعظم دعوته كل الإخوي والخيات وين صفوا ولا بيعرفوا وين رح رزق وين أنتونات عم تطبخ وين بشير بالجامعة وين سناء مع الأولاد وين رانيا مع الأخ مروان وين كريستين بالشغل وين مش عارف مين وين مش هدا بولس خدمكم مش هدا رعاكم مش هدا سهر عليكم مش هدا تعب معكم اللام يحضر أحد معي بل الجميع تركوني كل أحد أكيد كان عنده سبب طيب لا يحسب عليهم يعني معلش بش شوفوا الآية 17 ولكن الرب وقف معي وقواني شو الخير بهذا لما الرب وقف معي وقواني لكي تتم بالكيراز ويسمع جميع الأمم فانقذته من فم الأسد وسينقذنا الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوته يعني هدول تركوه بدل ما يكون العاطل حتى ألو يعني لا يحسب عليهم يعني ما بدي منهم بس بول هذا كان سبب أنه الرب يقف معي الجميع تركوني بس الرب وقف معي حتى الكيرازي توصل من خلالي لمين لكل الأمم وانقذت من فم الأسد أنا طلعت من وراء دول اللي تخلوا عني أنا بدأ أبوس إيديكم وأشكركم إنكم تخليتوا عني لأنه بسبب هذا العمل أنا تعلم الدرس كيف أنا راسي بفم الأسد والله بينقذني من فم الأسد لو ما تركوا بحياته ما اختبر هذا الاختبار مين مرة اختبر يكون بفم الأسد أمين يعني على وشك الموت على وشك الدمار على وشك النو ولكن الرب بولوس بعد ده الاختبار طالع إنسان تاني قال أنا كنت بفم الأسد مش أسد حقيقية ده بس الرب أنقذني أشكركم إنتوا اللي تخليتوا عني أشكركم اللي كنتوا مشغولين أشكركم اللي ولا اهتميتوا إنني أنا محتاجكم وقت دعواي وأنا محتاجكم وقت مصايبي وأنا محتاجكم وقت ضيقي أنا شعرت بالوحدي شعرت بالخوف شعرت 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 بالحزن استعرفوا بسببكم أنا تعلم الدرس أكون بفم الأسد وأطلع منه ناس إيجوا لحياتك الله استخدمون حتى يعلموك الإيمان الله استخدمون شوف فيه شخص اسمه جاندي تعرفوا جاندي الهندي بولي الكلمات بول لن أندم على أي شخص دخل حياتي ورحل المخلص منهم أسعدني والسيء منحني التجربة والأسوأ كان درسا لي أما الأفضل فلن يتركني أبدا حتى يقول نفس الشي فيه ناس يجد وراح يعني هذا خلص الهند من الاستعمار وراح واحد هند يطخ مظبوط ولا لا وك يا عمي هذا أجار خلص كم عملكم بلد مستقل لليوم أنتم ما تعرفوا الهند نحن نفكر بلد فقيري لا سياستها فقيري أمريكا بتتدين مصار من الهند عندن صروا عندن للدميا كل يأتي هناك عندن أدول يعملوا بالآي تيك عندن إيش بدك بس السياسات مش نضيفة عشان يبقى فقر وفقر وفقر في ناس فوق وفي ناس تحت تحت هاي سياسي بس بس بدل مرحلة مرحلة لأعداء قدي شو هنفتح 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 بيجي اليوم اللي تطلع وتقول أنا كنت في فم الأسد بيجي اليوم اللي تقول خلصت مهمتي مع هذا الشخص وصلته لها النقطة خلص ربي كمل شايفينه هذا الشاب اللي قاعد هناك صلي أدير باله عليه شي 26 سنين شايفين الأمور اللي حده خلصت مهمتي وعلقت مهمتها إسه كمان شهر زمان بسلمها يعني أنا بعد نأبوه بس مرحلتي في حياتي في حياته خلصت بطريقة معينة استدخل مرحلة جديدة وهو كمان أخذها من أبوها وإمها عشان يبدأ معها مرحلة جديدة نظبط ولا لا مش دايما لما الناس بتطلع من حياتك هي مصيبة أو إشي سيئ أشكر الرب على هذا لأنه دايما الرب بيعمل أشياء حلوة بالبعدين تعالوا نحن روسنا ونصلي